أستاذة هجر، أنت بتدربة بالضربة للناس، بتدربة الأولاد، وبتدربة كمان ساعات الأسر هل بتلاحظي أن الأسر ممكن يمارسوا الحب الاستهلاكي مع أولاده؟ مية في المية مية في المية؟ مية في المية إزاي بقى؟ جملة بسيطة جداً الأم بتستاذهل أنها تقولها لابنها عشان ينفذ اللي هي عايزة أيها؟ لو ما عملتش كزا هذا علمانك أو مش هبقى بحبك أو مش هحبك الرابط ما بين تصرف السايق للطفل وشخصه دي من أسوأ الحاجات اللي ممكن تعمل ده يعني الطفل مثلاً لو عمل خطأ، تمام؟ أنا لما بيجي أتكلم مع طفلي، لو اتكلمت معي على أن الخطأ ده يخصه هو أو أنه هو شخصياً خطأ الطفل هيحصل عنده إحساس بالرفض يعني أنا لو عملت لزقت الخطأ بشخصه، هو خلاص، هو بيحس أن خلاص هو مرفوض بالزبط، أنا مرفوض، وبالتالي أعمل يا عشان أبقى مقبول أفضل طول الوقت أسمع كلام ماما، فتبقى ماما هي اللي بتبتز ساعتها الطفل على طفل وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي عمل حاجة لطيفة أول بيأسس لنا فكرة أن إحنا ما نلزقش الصفة أو المعصية بالشخص فقال له لما الصحابة جاءوا جلد فقال له إيه؟ اتق الله، لا تكون عونا للشيطان عليه، إنه ما زال يحب الله ورسوله، وهو محب الله ورسوله، والمعصية اللي حصلت له دي كانت شيء طاري، شيء طاري وشيء أعراضي، إيه الحاجة ممكن نعملها مع الأهل عشان أنا اسمحيلي، مارسوش اللي بتزازر عطيفه مع الأطولية؟ مع الأهل؟ ولا الأهل يعملوا إيه مع أولادهم؟ نعمل لتنين يعني خلينا نقول نبتدي بالأهل طبعا الأول خالص أنهم؟ الأهل طبعا لازم يتعلموا يشتغلوا عن نفسهم يشتغلوا عن نفسهم، وعي بذاتهم، أنا بعمل كده أساساً ولا لا؟ يعني أنا ممكن يجي أقول للأم إحنا لازم ما نعملش رفض للطفل فاتيك هي تعمل ايه؟ ما أنا بعمل كده، ما أنا بعمل كده، لا لا، أتقولك ممكن هو فيه حد في الناس بيعمل كده؟ لا، هي متفاقنا، وهي نفسها تكون كده أنا بعملش ابني، فيجي أسألها سؤال واحد، بتقولي له هزا منك؟ طبعا، طبعا، بس ما بضربوش، فالعقاب بالنسبة لها هو يعني بتتكلم على فكرة معينة من العنف، لكن لكن مش العقاب يعني هي بتبقى فيه خلل شوية في إدراك المفاهيم دي، فطبعا هو الحل الوحيد نحنا نعرف، طب نعمل إيه مع الأطفال بقى؟ احنا عايزين أنهم نحسوا أنه أنه إحنا بنحبهم وهم بيعملوا أخطاء، نعمل إيه؟ فيه جملة كده مستهلكة جدا، الحب الغير مشروط، إحنا عايزين نعمل مع أطفالنا الحب الغير مشروط يعني ماما بتحبك طول وقت، بس أنا رفض هذا السلوك يعني هي ماما بتحبك، وحتى لو وصلنا إن إحنا نقول له بس بكره السلوك ده؟ بالضبط، لأ لازم أقول هذا السلوك غير مقبول، لكن غير مقبول ولا بكره؟ لا، غير مقبول، أنا بحب كلمة غير مقبول عشان من موضوع مش عاطفي، يعني هو غير مقبول إحنا ونعملش كبه يعني الضوابط والمعايير بتقول إن دوت ما يتناسبش؟ آه، بالضبط، ده مش مناسب، سواء كنا أقول له دوت إن كان معصية، أو سواء كنا أقول له إن دوت مش مناسب للأعراف والعيش؟